بدري قول لن تكون الأخيرة توقع خلاص يعني يهدون ولا حيستمر هذا في السنوات القادمة عبد العزيز أول شي يعني نبارك لجعها الصفقة وقبل ما نبارك لجعها الصفقة نبارك له وجود شخص ورمز هلالي كبير لا أتوقع عن تاريخيا مر على الكرة السعودية شخص مثله اللي هو صاحب اسمه الملكة الأمير رويد بن طلال وأبشر الكلمة التاريخية والتغريدة التاريخية اللي نزلها الاستاذ فهد بن نافل اليوم واللي أظن أن الهلاليين يعني يغبطون على وجود مثل هالشخصية في نادي الهلال مهما طلب الهلال ما فيه الكلمة أبشر طبعا الصراع لن ينتهي وسيستمر وهو صراع يعني في الأخير صراع بين خصمين أو ندين يجب أن يستمر لمصلحة الكرة السعودية ولمصلحة الرياضة السعودية فيما لا ينعكس على طبعا الجوانب الأخلاقية أو الجوانب الأخرى الغير السلبية لكن التنافس على لاعبين التنافس على بطولات التنافس على حتى في الملاعب يعني كلنا نذكر سالفة ملعب الجامعة والصراع اللي كان عليه فبالعكس أنا أتوقع أن هذا التنافس سيستمر وسيستمر أبد الآبدين الهلال كسب جولة وعندهم السنة هذه الدوري والكاس ومباريات أخرى كثيرة نبارك للهلال انتقال متعب الحربي اللي نتمنى لها التوفيق في خطوتها القادمة وكذلك نبارك قبل ما نبارك الهلال متعب الحربي نبارك له وجود شخصية عظيمة في الهلال مثل صاحب سمو الملك الأمير الريدي بن طلال لو بنتكلم عن صفقة بنتكلم عنها في وقت أطول من كذا ولكن بالسؤال عن استمرار الصراع أشوضا أنه